وماذا عن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران كيف يمكن أن تختلف أيضا سياسات إدارة بايدن عن ترامب نحن على مدار عام هناك الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة هناك امتدت أيضا إلى لبنان وتصاعد التوتر بشكل كبير بين إيران وإسرائيل كيف تقيم شكل اختلاف ترامب عن هاريس في هذه مسألة الشرق الأوسط تحديدا لم يرى بايدن الصراع منذ السابع من أكتوبر بطريقة استراتيجية سلحت إيران وجهزت ودربت ومولت كل هذه الجماعات الحوثيون حماس حزب الله الموليشيات الشعية في العراق وسوريا ولم تفعل إيران كل ذلك للسماح لتلك الجماعات بتصرف كما تريد لقد كان من المفترض أن تكون هذه الدول وكلاء لإيران وهذا ما فعلته في الصراع الحالي وبايدن كان قلقا للغاية بشأن خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا لدرجة أنه لم يكن يدرك ما هي تادي الحقيقة الإسرائيليون فهموا هذه الحقيقة منذ البداية ولم يكن الأمر الأكثر أهمية هو الصراع في غزة أو الصراع الحالي في لبنان بل كان الأمر يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني لأن إيران تشكل التهديد الأساسي للسلام والأمن في المنطقة ليس فقط بالنسبة لإسرائيل بل وأيضا بالنسبة لجميع الدول العربية ترامب مهتم أكثر بإيجاد حل لهذه القضية حتى لا تكون مصدر قلق لذا فخطر استمرار الصراع وانتشاره ما بين يوم الانتخابات ويوم تنصيب الرئيس الجديد والذي لن يكون قبل العشرين من يناير من العام المقبل يعني أنه من المرجح جدا أن يستمر الصراع السؤال الأهم هو ماذا ستفعل إسرائيل بشأن برنامج الأسلحة النموية الإيرانية إذا فازت هاريس فقد يفعلون شيئا ما إذا فاز ترامب فقد يفعلون شيئا آخر لكننا الآن في وضع من غير المرجح فيه أن يكون هناك وقف لطلاق النار لأن هذا الصراع لا يزال بعيدا عن الحل إنه سيكون فار من رسال